عقد مجلس الشورى جلسته الأسبوعية برئاسة معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى حيث وفق أعضاء المجلس بالإجماع على مرسومين بقانون المرسوم الأول نص على إلغاء المؤسسة العامة لشباب ورياضة والآخر بشن عادة تنظيم دائرة الشؤون القانونية لم تكن أجندة مجلس الشورى اليوم حافلة بالمواضيع حتى انعكس ذلك على وقت الجلسة التي أنهت أعمالها مبكرا فكان من ضمن جدول الأعمال هو الموافقة على مرسوم بقانون بإلغاء المؤسسة العامة للشباب والرياضة لتكون الوزارة هي الجهة الحكومية التي تعنى بقطاع الشباب بإجماع وافقة على تمرير هذا المرسوم وأعتقد أننا اليوم يكتمل الموضوع وهذه طبعا بينصب في مصلحة قطاع الشباب والرياضة إلغاء المؤسسة وتوحيد جهودها مع وزارة شؤون الشباب والرياضة تكون هناك جهة حكومية واحدة هي تشرف وأيضا نقل جميع الموظفين العاملين في مؤسسة العامة للشباب والرياضة للاستفاد منهم من خبراتهم وجود وزارة مسؤولة عن قطاع الشباب يساعد في تعزيز دورهم وتنمية دورهم بشكل إيجابي في المجتمع أكيد سيكون لدور أكثر وضوحا إن شاء الله من المستقبل الوزارة قايمة بدور ممتاز وإن شاء الله نأمل أن الدور هذا يستمر وتطور أكثر بعدها تم الموافقة على المرسوم بقانون والذي يتعلق بشأن عادة تنظيم دائرة الشؤون القانونية أشكر لمعالي الرئيس والأخوة أعضاء اللجنة التشريعية والقانونية على تفهمهم وعلى تعاونهم في تمرير هذا المرسوم بقانون الذي أكدنا لمعاليه والأخوة الأعضاء المجلس المؤقر على سلامته من الناحية الدستورية ومن الناحية التشريعية وإننا نؤكد للمجلس المؤقر والسلطة التشريعية بأننا على استعداد في أن نكون تحت أمرهم في أي طلب في أي موضوع يدخل ويقع في اختصاص هيئة التشريع والإفتاء القانوني تم مناقشة مرسوم تنظيم هيئة الإفتاء والتشريع وتم الموافق عليه بالإجماع من قبل المجلس جاء المرسوم منظم لعدد من المواد القانون بداية بتنظيم الهيئة كهيئة مستقلة لها الشخصية الاعتبارية وفي ختام الجلسة أجمع الأعضاء على تعليق الجلسة القادمة لأسباب ذكرها سعادة الرئيس لكاميرا مركز الأخبار نظرا لمشاغلهم الكثيرة في الدور الرقابي هذا يعني أتى على حساب الدور التشريعي نرجو أن يكون هناك فيه توازن ما بين الدورين بالنسبة لمجلس النواب حتى يغدوا مجلس الشورى بالمشاريع ولذلك احنا وصلنا اليوم إلى مثل ما يقولون إلى المرحلة هذه نحنا نعلق جلسة وهذه لأول مرة في تاريخ المجلس نظرا لشحة مشاريع القوانين اللي عندنا اللي ممكن نحنا نناقشها إن التعاون بيننا وبينهم قائم والعلاقة بيني وبين الأخ الرئيس رئيس مجلس النواب الأخ أحمد الملة علاقة طيبة وممتازة وبينه تواصل مستمر لكي نستطيع فعلا أن ندفع بالأهداف المسؤولين عنها في هذه السلطة ونأمل إن شاء الله التعاون مستقبلا أن يكون أكبر وأكبر العضاء أكدوا أن التعاون بين جناحي السلطة التشريعية أمر ضروري لاستمرار عملية التنمية المستدامة سهر عصفور لمركز الأخبار تلفزيون البحر